الوضع في الجزيرة السورية هو يعني تفلت العقال من القبضة الحديدية لقسد بعد عدة سنوات كانت قابضة على المنطقة كقبضة حبة العدس في اليد الحديدية اليوم الأمور تتجه إلى انتفاضة عشائرية ربما يقال انتهت كما نسمع أخبار متضاربة هل دخلت قوات ما يسمى قسد إلى ذيبان مع قل عشيرة العقادات وآل الهفل أم لم تدخل هذا ليس بهم المهم الآن ما قد جرى وحدث هو وطنيا على الصعيد الوطني هو أضعاف قبضة قسد بعد عدة سنوات من الثبات وأيضا تسرب الكثير من أبناء العشائر العربية التي تنطوي تحت القتال تحت راية قسد لكي لا يدخلون هؤلاء بدماء مع أبناء عمومتهم وهذا الأمر ثابت هيبة قسد قد مست في هذه الأحداث هذا الأمر ليس تفصيل صغير هذا التفصيل يبنى عليه وطنيا سوى ذلك المنطقة هي أراضي سورية هي أراضي عربية يدخل فيها جميع مكونات الشعب السوري من كورد من عرب من سوريان من آشور إلى آخره لا يمكن لكذبة الشعوب وكل ما حاولت قسد ومسل وكل ما يسمى من حزب العمال الكوردستاني بمسامياتهم المختلفة استأثرت بالقرار هناك أساءت للناس قطعت الصلاة مع دمشق وسمحت لكل الأجندات الفاعلة يعني فقط أيضا لنستوضح ما تفضلت بطرحه بالمعلومات سيد مدر الشيخ إبراهيم وأنتم لديكم حيثية أيضا بين العشائر بما تمثله عشيرة شيخان في سوريا وفي الجزيرة العربية وعن موقع هذه أيضا العشيرة نتحدث عن شرق سوريا في الحسكة بالأساس ولكن في محافظات الجزيرة السورية الثلاث مازالت ما وصفت بالهبة العشائرية مازالت أو الغضبة العشائرية مستمرة بمعنى لم يتوقف مسار الاشتباك نعم هذه الأخبار من الميدان هي تصل تباعا الأمور لن تقف أمام حتى إن دخلت قسد وهي لأول مرة تعلن دخولها نصا لذيبان في الأحداث الأخيرة ولا يوجد صور حتى الآن لدخولها هذا الأمر كله يدعون إلى أن هذا الأمر حتى إذا توقف في الساعات القليلة القادمة فمجرد عشرة أيام أو أكثر من استمرار الصراعات من قبل قوات العشائر مع ما تسمى قسد هذا الأمر عزيزتي هو ليس تفصيل صغير مجددا هو تفصيل كبير يبنى عليه الجميع في المنطقة بحالة استياء اليوم فواتير القمح لسلة الغذاء لسوريا تم بيعها وشراءها من قبل ما يسمى قسد عنوة بسبب وجودهم وملء الفراغ عن الدولة السورية لم يسلم الفواتير للمزارعين حتى هذه اللحظة ونحن نتكلم عن ثلاثة أشهر ما هو القرار في اجتماعات للعشائر العربية ما هو القرار بالنسبة لهم على أي أساس يعني يبنى الموقف سيما وأنه تم الحديث عن لقاءات يعني تجري بين قسد ومن قالت بأنهم وجهاء عشائر في الجزيرة السورية وأيضا لقاءات يعني مع وفود من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى لقاءات يرعاها أو ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية نريد أن نعرف كيف يتم اتخاذ القرار من يمثل فعلا العشائر العربية في موقفها في الجزيرة السورية هناك طبعا لا نقاش هناك بيوتات كبيرة حمولات كبيرة هناك شخصيات بيوتات كريمة من أكثر من عشرات السنوات كلها تتزعم قبيلة من القبائل دحو اليوم في صحيح في عام 2023 لكن لا يزال المفهوم القبلي هو كالجين ينتقل بالوراثة مع كل اكتساب الماديات واكتساب الحضارة والحداثة لكن القرار لا شك هو في الأعمل أغلب مع الحكومة الشرعية في دمشق الموجود اليوم على الأرض هم ناس أتوا في أمر دبرة في ليل أتوا بعنوان محاربة داعش وعنوان محاربة الإرهاب وانتهى بهم المطاف كأداة من أدوات الأمريكية حتى المشروع الأمريكي في المنطقة مستند أيضا على عصبية عرقية ليس مستند على أي طبيعة الحال هو مستثمر هو كالغراب يدخل مدمر ويخرج مدمر وهو رأينا انقسام حتى قرار الأمريكي في هذه الأحداث كما رأينا لم ولم يقف إلى جانب قسد لأن هذا الأمر سيؤدي إلى وقف العشائر علنا إلى جانب المحور ولم يقف مع العشائر لأنه سيؤدي إلى أن تقف قسد ستذهب إلى موسكو ثم إلى دمشق فهذا الأمر أنه مشلول الإرادة ولا غير واضح بالخيارات هذا أيضا على المعيار الوطني الذي هو المعيار الأساسي هذا أمر جدا إيجابي وجدا ملفت في السنوات الأخيرة لأنه فعلا حدث هذه نقطة مهمة سيد مدر شيخ إبراهيم بأن الوات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تذهب في صف أي من الطرفين إن صحها التعبير لأنها تريد أن تبقى في مكان ممسكة بستاتيكو القائم دون أن يكون هناك وصل مع الوطن الأم مع الدولة مع القيادة في دمشق بالنسبة للمكونات الغنية والكبيرة الموجودة في شرق سوريا ماذا عن الموقف التركي كيف ترونه كيف تقيمونه وكيف تعلقون أيضا على ما طرحه وزير الخارجية التركي حقا في دان حذر من أن تحول الاجتباكات في شرق سوريا إلى ثأر بين العرب والكرد هو لا شك بنظر أنقرة حزب العمال الكردستاني بمسمياته المختلفة هو خطر حقيقي للأمن الاستراتيجي والأمن القومي لأنقرة لذلك هو عندما يدعم العشائر العربية وحتى بعض ما يسمى العشائر التركومانية في الشمال السوري هو يذهب فقط لحصد ما يمكن حصده بنقاط ضد قسد قسد تشكل خطر بالنسبة لأنقرة الموقف التركي هو موقف ملتبس هم لا يستطيعون اليوم إذا تم التفاهم مع الدولة الشرعية في دمشق والخروج من الشمال السوري سيكون ملف الجزيرة السورية ثانيا كما قال الراحل وليد المعلم أولا إدلب ثم شرقي الفرات فهذا الأمر في الموقف التركي هو يعني ينظر إلى الحصاد كيف يستثمر كيف يستطيع أن يدخل ضمن حتى ما يسمى قوات العشائر هو موجود على الأرض يعني الأمريكي بأجندة موجودة على الأرض في الأحداث الروسي موجود صديق الحليفة الروسي الدولة السورية بطبيعة الحال باقي الحلفاء وحتى الأعداء موجودين في أجنداتهم وهذا في السياسة حق مشروع لا يمكن إلا أن نقول حق مشروع مع الأسف لأن السياسة يعني فن الممكن وفن المكتسب هذا الأمر يؤدي إلى أن التركي ليس بالجديد هو لا يتصرف وفق حتمية الجغرافية في مصالح الدول هو يهاب ودائما يخشى من العمال الكردستاني لأن القضية الأساسية للعمال الكردستاني في كل مؤلفات هؤلاء استئناسا هي في تركيا ليست في سوريا لأن عشرين مليون من الكرد هم في تركيا في سوريا هم ذابوا ضمن النسيج السوري وهم صاهروا ودخلوا كما الحال لدينا في جغرافيتنا المتعب الآن في جزيرة السورية نحن وهم حال واحد علاقات مصاهرة وشراكة وإلى آخره فالمشروع السياسي يختلف عن المشروع الشعبي المشروع الشعبي يبحث لدينا عن الأمان عن الأطمئنان لا تزال الدولة السورية حتى الآن تدير أمور الناس من خلال التعليم من خلال القمح من خلال الخبز كل ما استطاعوا إليه سبيلا نرى تحرك لقوات ما تسمى صعب جدا سامحني سيد مدر نرى تحرك لقوات ما تسمى الجيش الوطني المدعومة من تركيا في إطار أيضا العمليات أو تحريك محاور في ريف الباب مثلا أو منبج باتجاه أيضا تسهيل حتى كما قدم لوصول بعض القوات لمواجهة قصد ما دقت ذلك وإلى أي حد يمكن لهذا الأمر أن يشكل عاملا في التقاء الأهداف بشكل أو بآخر إذا كان نفوذ قصد هو المستهدف الآن في الجزيرة السورية وضح لنا هذه النقطة لطفا لا شك التركي لديه اليوم فرصة ليلعب دور ما يبحث عنه في قطع طريق الأنفور لأن على أمدداد ذاك الطريق توجد بعض النقاط لقصد فهو يستهدف قصد حيثه ما استطاع كما رأينا في المسيرات في البرقدار القيادين لدى هؤلاء وكل ما يستطيع بالقيام ضد هذا العدو الذي يشكل بالنسبة لأنقرة مجددا خطر استراتيجي وبالنسبة لا يشكل لدمشق خطر استراتيجي يشكل كما في أقصى الصفات الرسمية من الدولة السورية في دمشق أن هؤلاء هم أدوات لدى الأمريكي فإذا الموضوع فيه فارغ في التوصيف بين أنقرة تجاه قصد وبين دمشق تجاه قصد ندعو العقلاء في قصد إلى أن يذهبوا إلى دمشق للتحاور للوصول إلى حلول رأينا كيف هم عرات بدون التدخل الأمريكي رأينا أن الأمريكي لم يتدخل في الأحداث الأخيرة إلا عندما اقتربوا من كونيكو ومن حقول العمر وكل ما هم غازين لترابنا في تلك المنطقة والقواعد الذي يتواجدون بها ندعو العقلاء إلى قصد مجددا إلى هذا التعاطي المسؤول إلى التعاطي الذي سيسجل في التاريخ نحن كعشائر في تلك المنطقة موقفنا يعني رأيتنا في القبيلة إلى جانب رأيتنا في الوطن إلى جانب رأيتنا في الدين لا تتقدم إحدهن على الأخرى لكن الظروف جدا قاسية جدا صعبة يعني أعنى الله ناسنا في تلك الجغرافية التي هي فعلا متعبة وفعلا بانا أن سلة الغذاء في سوريا عندما فقدناها في سوريا كم كان العوز والتعاطي لا ينعم بها لا أهل الجزيرة السورية ولا باقي الشعب السوري في باقي الجغرافية السورية رغم غناء الموارد الموجودة في تلك البقعة الاستراتيجية أيضا سيد مدر ما أهمية موقف وزير الخارجية في تصريح لوكالة سبوتنيك تحدث عن دعم دمشق للقبائل العربية في معركتها التي تخوضها ضد القوات الموالية للجيش الأمريكي في ريف دير الزور وقال أيضا أن السياسات الأمريكية هدفها إضعاف الدولة السورية ما أهمية هذا الموقف وكيف تتلقاه العشائر العربية في الجزيرة السورية ليس مستقرب على الدولة السورية من يراقب الدولة السورية الحديثة في الخمسين أو ستين سنة التي انصر ما تعرف أن الموقف دمشق دائما واضح هو موقف إلى جانب أبناء الأرض هو موقف تجاه أي تدخل خارجي هو ثابت من ثوابت السياسة السورية ليس مستقربا كلام الوزير المقدات وهذا الأمر هو فعلا يصب في المصلحة الوطنية اليوم لا شك ربما بعض العشائر لا تستطيع بسبب تواجد أملاكها في تحت سلطة قساد بتواجدها البشري بين أيديهم كل الصعوبات التي يعني اليوم عزيزي تعيني بعجالة أمرر يعني بعض الشيوخ العشائر المحترمين أبناء البيوتات الكبيرة ومن كان لهم الصولات والجولات تاريخيا وحاليا دون أن أدخل في المسميات يقومون ببيان بإصدار بيان إلى جانب الدولة السورية الجيش العربي السوري كل هذا الأمر لكن عندما يخرج لمزرعته لأرضه يمر بحاجز لهؤلاء ما يسمى قسد فيتعرض لبعض الإساءات بعض التعنيف بعض ما ذلك وهم ناس كرام إذن نحن فعلا اليوم الذي يقف إلى جانب الدولة السورية في الجزيرة في أراضينا في مناطقنا هو كالقابض على جمرة من نار لكن هذا الخيار هو الخيار الوحيد الخيار الحقيقي أي سيناريوهات يمكن أن نراها في الدقيقة المتبقية سيد مدار سيناريوهات التي يمكن أن نراها سيما وأننا استمعنا لمظلوم عبدي قال بالأمس أنه في مؤتمر عام كما وصفه سيضم شخصيات عشائرية وسياسية وعسكرية حسب توصيفه في المقبل وسيكون لديها مخرجات خاصة بدير الزور وذلك أيضا بالاتصاق على محاولة أيضا استهداف بعض الشيوخ العشائر بما فيهم مثلا شيخ شيوخ عشيرة العقيدات إبراهيم الهفل كان في تصويب مباشر عليه يعني من يملك قرار المواطنة مع دولته الشرعية في دمشق من شيوخ العشائر هو ثابت على موقفه من يكون يعيش حالة المساكنة مع دمشق أي منفعيا سيقف إلى جانب هؤلاء وهؤلاء صدقين لا يمثلون إلا القلة القليلة بسبب منافع بسبب الكثير من المكتسبات الطارئة الموجودة في هذا الزمن المستقطع من تاريخ ومستقبل سوريا السيناريوهات القادمة هي صراحة جميعا نعول على الدولة السورية نعول على الجيش العربي السوري قواتنا المسلحة على الحلفاء هناك بأن نكون جنبا إلى جنب معهم لاسترجاع أراضينا أراضينا التي هي ندفن موتانا عند أجدادنا رقم 11 و13 نحن ملح تراب تلك الأرض من 13 و14 جد نحن في تلك المنطقة فيأتي بشكل عابر وبشكل غير مفهوم وبشكل تقاطع مصالح دولية يأتي أغراب ويتحكمون بمصائر الناس ويسويين لهم وأيضا هذا سيسجل في التاريخ أن كل هذا التعامل القاسي وأختم كما قال أحد الحكماء الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقى لأن لو استطاعت قسد أن تدير المنطقة إدارة مدنية وإدارة جيدة وإيجابية كان ربما كنا في مكان آخر في المزاج العام الشعبي لكن المزاج هو وطني هو يتطلع إلى دمشق لكن الأمر دائما ربطا ورهنا بالدولة السورية وجميعنا إلى جانبها وخلفها نسير ترجمة نانسي قنقر